المريخ المريخ زي ما قلت لحرارتكم طبعا والمريخ مش غريب علينا لعبنا قبل كده وشفناه هنا في مصرف اكتر من مناسبة فريق محترم جدا وعنده طريق كبير جدا والسنة دي بيقدم موسم كويس المريخ حاليا بيتصدر جدول المسابقة في دوري السوداني عنده 19 نقطة من 9 مباراة لعبها قدر يحقق الفوز في 5 اتعدل في 4 وما تعرضش الخسارة في ولا مباراة طبعا فارق بينه وبينهلال صحب المركز الثاني نقطة وحيدة ماقدرش اقول انه عنده خط هجوم قوي لكن اللي بيميزه يمكن اكتر خط دفاعه ده حوالي دخل في مرماة بس 3 اهداف وقدر لعبته ان هم يحرزوا 12 هدف الحقيقة يمكن بيضوم عدد من المحترفين فريق مدجج بالمحترفين يمكن يكونوا مش اسماء كبيرة جدا او مش صفقات كبيرة جدا يمكن اغلى لعب عندهم هو دانيماكوس وهو جامايكي قيمته تقريبا حوالي 400 الف يورو وهو من جامايكا كمان عندهم ده الهدف بتاع الفريق حاليا فيه زي ما قلت لحضراتكم 8 محترفين عندهم متوسط الاعمار الى حد ما كويس صغيرين لكن ماقدرش اقول ان فيه حد منهم يمكن لعب لاندية قوية في افريقيا او عنده تجربة احتراف قوية جدا ولكن حقيقة هو من الحاجات اللي بتميز المليح يعني انه فيه حالة انسجام وتجانس كبيرة جدا بين العناصر طبعا مدير فني بتاعه مدير فني جديد ناصر الديني النابي اللي بتولى المسئولية طبعا قبل بداية مشوار دوري الابطال ماقدرش او في يعني في جميع الاحوال لم يتعرض للخسارة على ارضه في اي مناسبة وحتى في الدوري المحلي ايضا لم يتعرض لأي خسارة على الاطلاق وبالتالي ومن الواضح ان احنا امام فريق قوي وفريق متمسك ومباراة النهاردة هتكون بالتأكيد مباراة قوية جدا موسيقى